اشتركوا في القناة على مصادر النيران واسكاتها السادس من تشرين اول من عام 1973 الساعة الثانية بتوقيت القاهرة ودمشق العرب يقرعون طبول الحرب لاستعادة الاراضي العربية المحتلة في سيناء والجولان فمن مرصد جبل الشيخ الى طبريا جنود الجيش العربي السوري يتقدمون بخطى ثابتة نحو نصر اكيد هدفه الاسمى تحرير فلسطين واستعادة الاراضي العربية المغتصبة بذكر الخمسين على مرور حرب تشرين التحريرية لابد لنا ان نقف سويا مع ابناء شعبنا العربي السوري وابناء امتنا العربية مستذكيرين هذه الحرب اولا كانت اعادة الاعتبار للاراضي العربية ثانيا الهدف هو تحرير الاراضي العربية المحتلة وثالثا هي اعادة الاعتبار لحقوق شعبنا العربي الفلسطيني يتغير مصار الحرب فجأة بعد الدعم الامريكي الذي قدمه لاسرائيل باقامة جسر جوي فيتوقف التقدم على جبهات القتال بالرغم من ذلك تبقى معارك الجولان الشاهد الاكبر على بطولات الجيش السوري فمعركة المرصد ودبورة وتلساقي معارك لا يزال الاحتلال يروي خسائره الكبيرة فيها من الجولان السوري المحتل الى فلسطين الحبيبة نحن بمصير واحد نجسد وحدة المصير والهدف والنضال ضد هذا العدو الجاثم فوق ارض فلسطين والجولان وفي هذه الذكرى المجيدة ذكرى حرب تشرين التحريرية نقدم كل التحية لارواح شهداء من ناضل من شعبنا العربي في فلسطين وفي سوريا وفي كل بقاع الارض العربية ضد هذا العدو في هذه الحرب التحريرية نحن هنا نلتقي لنؤكد بان مسيرة النضال ضد العدو الصهيوني ستبقى مستمرة حتى زوال هذا الاحتلال واستعادة كامل الحقوق العربية في فلسطين وفي الجولان ولا يزال الجولان رغم تحرير مئات الكيلومترات منه يقبع تحت نير الاحتلال منذ ما يزيد عن النصف قرن كسر خرافة الجيش الذي لا يقهر واكد ان الاراضة العربية قادرة على الانتصار وهزيمة المحتل وكسر شوكته أعطى فرحات تلفزيون فلسطين الجولان السوري المحتل ترجمة نانسي قنقر